أبدت لجنة مقاومة الحتان رفضها وإذانتها لما وصفته بالألفاظ النابية والعبارات العنصرية التي صدرت من أحد الشباب تجاه عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي أمس الأحد وقدمت اللجنة اعتذارها في بيان اليوم الاثنين وأشرت إلى أن ما حدث لايمة للجنة بصلة وقالت أن تلك العبارات لا تمثل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وما خرجنا من أجله وأكدت لجنة مقاومة الحتان أنها ستظل سدا منيعا للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الثورة وإن طال الزمن لكنها قالت إنها لا تنسى عبارة حدث ما حدث بعد مجزرة فضل الاعتصام أمام القيادة العامة العام الماضي وهي العبارة التي أدلى بها الكباشي في تصريحه عن فضل اعتصام القيادة العامة